سلام المسيح مشاهدينا برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة حلقتنا النهاردة حلقة مسجلة لكن فريقنا بيتابع معاكم على كل صفحاتنا على السوشيال ميديا وأرقام الهواتف اللي حتشوفوها على الشاشات حتلاقوها متاحة ليكم أيضا في كل وقت إما للاتصال أو أنكم ترسلوا لي رسائل على الرقم الواتساب الخاص بالبرنامج وأسئلتكم رسائلكم قصصكم كلها بتشجعني وأيضا بتديني فكرة عن الأسئلة اللي عندكم والمواد اللي انتم محتاجينها فأنا دايما بكون سعيدة لتلقي أسئلتكم على الواتساب أنوان حلقة النهاردة هو أسئلة المشاهدين بين الحقيقة والمفاهيم الخاطئة وهتكون ده الجزء الثالث هم أجزاء صحيح لكن في نفس الوقت هي أسئلة فيعني مفيش مش تازم تشوف كل أجزاء والحاجة لكنها سلسلة أنا حابة أن احنا نعرضها ليكم يعني مرة كل شهرين أو حاجة زي كده للرد على أسئلتكم في الحلقات اللي فاتت أنا تكلمت عن أنه ليه بين الحقيقة والمفاهيم الخاطئة لأنه ساعات احنا بنسأل سؤال من خلفيات فهمنا لأمر معين بدون فهم صورة أوسع للأمر فأنا نفسي في تفصيل الأسئلة بتاعتكم حتى يعني لو كانت غريبة أو مكررة أو أي حاجة ففي تفصيل السؤال أنا بحاول أن أنا أبحث إيه مصدر السؤال جواك وإيه اللي لازم نتعلمه علشان يكون عندنا فهمة أكتر للمعاني اللي ربنا عايز يعلمها لنا في حياتنا في حلقة النهاردة هيكون في جزء خاص بأسئلة المسلمين وآخر خاص بأسئلة العابرين الجداد أو العابرين عموما يعني وأيضا في أسئلة هامة بتتكرر كتير جدا من البحثين أو الناس اللي لسه عايزين يعلنوا إيمانهم فيه فرق طبعا بين المجميع اللي اتكلمت عليهم دي لأنه الاهتمامات بتختلف فحلقة النهاردة هيكون فيه التعدد ده في الأسئلة وخليني ابتدي على طول كده بواحد من الأسئلة اللي أنا شايفة أنها يعني دحكتني لكن هو عنده حاجة يسأل عليها فعلا يعني هو معترض ما هوش سائل قد ما هو معترض على المواد اللي بنقدمها بيقول لي يا أستاذة كم نسبة المسيحيين وكم نسبة المسلمين وعدين يكمل بقى يقول أفلا تعقلون يا شعب الله المختار بتعجبني الأسئلة اللي فيها تحدي دي يعني أنتوا مشواخدين بالكوا قد إيه نسبة المسيحيين وقد إيه نسبة المسلمين في العالم وبعدين فكروا يعني أفلا تعقلون بقى بيتكلم قرآن يعني يا شعب الله المختار يعني هو بقى بيتحداني أنه المسلمين دلوقتي عددهم أكتر فده إثبات بقى أن الإسلام صح الأستاذ بيقول أنه نسبة المسلمين في العالم أكبر نسبة في ديانات العالم ده اللي يقصده ده دليل على إيه؟ ده دليل على القوة مثلا قوة المادة الإسلامية أم الإعجاز اللي في الإسلام مثلا اللي بيخلي الناس تيجي للإسلام أم إيه يعني إيه أنت شايف أنه ده حصل إزاي؟ وليه أنت شايف أنه العدد إذا كان العدد كبير ولا صغير أنه ده مدعال التفاخر يعني؟ ليه؟ وبعدين يروح خاتم لنا بقى بالسؤال السخرية بتاعه بأنه بيسألنا يعني أننا لا نعقل أو نرى الحقائق العارية أمامنا فأنا هبتدي بقى من آخر السؤال وعدين نطلع للفوق الكتاب المقدس بيحكي لنا أنه الرب خصص لنفسه شعب إسرائيل يعني شعب الله هم شعب إسرائيل فهل إحنا إسرائيل؟ يعني أنت بتقول إنه مثلا كل الناس الخدام اللي بيتكلموا في الكتاب المقدس والمسيحين هل هم شعب إسرائيل؟ هو إحنا مختارين فعلا وإحنا شعب الله فعلا لأن إحنا الشعب اللي اختاروا الله يعني بعد مجيء المسيح بقت الكنيسة هي شعب الله مع شعب إسرائيل الاتنين لأن الله لا يخلف وعده في رأي بيقول كده وفي رأي بيقول كده أنا رأيي إنه الله لا يخلف وعده إنه الشعب ده مازال شعب الله وإن إحنا أيضا شعب الله أولاده بس لو حضرتك تحب التاريق أو تحب إنك يعني تقدم لنا شيء يخلينا نفكر لازم نكون فاهمين إحنا بنقول إيه يعني يعني فلازم نفكر يعني حتى القرآن قال إن شعب الله إسرائيل بيقولك يعني شعب إسرائيل أما موسى كان بيكلمهم وإذ قالها موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين مثلا وبعني يقولك ولقد اخترناهم على علم على العالمين ده في صورة الدخان فيعني حتى الشيطان ما يقدرش ينكر إنه ربنا اختار الشعب ده لسبب وأنا اتكلمت قبل كده في الموضوع ده إن اختيارات الله اختيار الله لهذا الشعب هو كان بيخصص لنفسه ناس علشان يكونوا مثل للجميع علشان يعني يخرج من خلالهم أيضا المسيح خليني بقى ايه أرجع للنقطة الأهم حضرتك بتقول أنت بشو أخد بالك إنه عدد المسلمين أكتر كتير في العالم أكتر دين يعني على حسب أصدق عدد المسلمين أو عدد المسيحين في العالم أولا السؤال هل العدد مهم عند الله دايما بنشوف المسلمين يقولك إحنا مش عارف أكترية فين وإحنا هنغزو أوروبا بإننا نتجوز بناتهم ونخلف عيال كتير فهيبقى عددنا كتير معلش يعني فمصر المسلمين يقول العدد في اللمون يعني مش مهم أبدا العدد لكن المهم نوعية الناس اللي موجودة على الأرض إيه أنت نوعيتك كإنسان أنت بتفيد الناس اللي حواليك قد إيه أنت إنسان بتفيد البشرية يعني عارفين في صورة ذهنية كده أنه الله لما خلق آدم وإداله وهو وحوى سلطان على الخليقة علشان يعمروا الخليقة علشان يبدعوا في أنهم الخليقة دي تتطور بيهم فهل أنت من الناس اللي بيبدعوا عشان يطوروا اللي حواليهم ولا إحنا لسه عايشين في بيقولوا عليه الأم أم بتاع الإسلام معرفش هي أم أم ولا قمكم مش عارفة لكن هي الحتة الديقة بتاعة الفكر الإسلامي هل العدد عند الله مهم الكتاب بيقول أن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يرجعون فأما ربنا يقول الجميع يبقى الله عايز أن الجميع يخلص يبقى الله مهتم بالجميع بس هو أيضا يهتم بنوعية هذا الجمع نوعية الإيمان الإيمان المثمر الإيمان اللي عمر قلبك ينظف قلبك ينظف فكرك وأيضا يكون إيمان عامل يبني في المجتمع اللي أنت فيه فالمسألة مش عدد الله يبحث عن نوعية الإيمان بيبحث عن القلب المتميز عارفين القلب المتميز بالنسبة لله يبقى مميزاته إيه الأول إنه يكون قلب متميز بالجوع والعطش لمحبة الله لمعرفة الله فيه ناس عشان عشان يعني أمينة معكم فيه ناس كتير بيقبالوا المسيح ويخلص ولكن لا يستمتعوا بمعرفة الله عن قرب يعني أنت ممكن تخلص هتخلص من الموت الأبدي لكن ما عندكش معارفة وقرب بالله واستمتاع ببنوتك لله هنتكلم في الحتة دي فيه سؤال آخر بعد قليل لكن دي حاجة مهمة إنك تكون إنسان نامي متطور كل يوم بتجديد ذهنك وقلبك وحياتك في المسيح كل يوم ففيه ناس هتخلص أيوة بس مش هيكون لها هذه المتعة الله يبحث عن هذا القلب المتميز بالجوع والعطش لمحبة الله ولمعرفة الله عشان عشان نقول كذا زي ما الرسل كانوا بيقولوا هذا الذي عرفناه الذي رأيناه لأن إحنا كمؤمنين النهاردة يعني الله مدينا نعمة إننا نشوفه وإننا نعرفه عن قرب خلينا نشوف بقى يعني أنا هنا رديت على سؤال حضرتك إنه العدد مش مهم لأنه أعداد المسلمين النهاردة يعني السؤال جوم إزاي بالحرب بالغزوات ب يعني غزوات الأرحام زي اللي بيقولوا عليها دي يعني الأطفال اللي بيخلفوهم في كل حتة في الدنيا عشان مدام الطفل يبقى أبوه مسلم يبقى مسلم أمه مسلم ما يبقى مسلم من ناحيتين يعني لكن البداية ما كانتش على الأقدام بالخبر الصار اللي قدم للبشرية فالكتاب يقول عن الرسل اللي قدموا رسالة المسيح يقول عليهم هؤلاء من فتنوا المسكونة شوية التلاميذ والرسل اللي كانوا في وقت المسيح دول فتنوا المسكونة ليه لأنهم قدموا محبة الله وسورة الله بشكل حقيقي لكن كيف نرى أنه الإسلام انتشر بالسيف بالغزو بالطقية بالمؤلفة قلوبهم ففكر نفكر 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 تحب تكون من المؤلفة قلوبهم ولا تحب تعرف الله بصورة حقيقة هقف عند الحتة دي وأتكلم على حتة أنه الأرقام بالرغم من أنه أنا يعني مش مهتمة بموضوع الأرقام لكن أنا عايز أوريك الأرقام لسبب خلينا نشوف هنا ده الويبسايت ده كان في فبراير 2011 ونهبص عليه من عندي عشان أقدر أشوف أقرب هنا ده ويبسايت عامل أبحاث عن الأعداد أي ديانة موجودة فين على الأرض ومسحتها قد إيه والأرقام الناس قد إيه فنمر واحد هنا عندك كريستيان دي اللي هو اللون الأحمر الغامق ده وبعدها الإسلام وحنشوف ده ازاي ده ال landscape يعني حنشوف الكرة الأرضية كلها ونشوف الديانات دي موجودة فين بس مش بس المسيحية والإسلام في مسيحية إسلام يعني ديانات من ناس ما لهم مش ديانة وفي هندو ويزم جوديزم بوديزم و الديانات القبلية خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده دي خريطة بتوضح ديانات العالم كله اللون الأحمر ده أو الغامق ده المسيحية في العالم كله حط عينك كده على خريطة العالم شايف قد إيه أنا مش بقول إنه كل دول ناس فعلا مسيحيين لكنها دي دول والسواد الأعظم من الناس في الدول دي مسيحية مش بقول إنه هم ناس عايشين يعني حياة مسيحية حقيقية إنه الحياة المسيحية الحقيقية لها مقومات يجب إنها تكون علشان تكون على حسب قلب الله وحسب الكتاب المقدس فشايفين اللحمر ده قد إيه كين نشوف بقى الخريطة اللي بعد كده الصيد اللي بعد كده دي خريطة بتوضح المسيحية في العالم كله علشان تشوف مرة تانية بصورة تانية وبعدين الخريطة فيها الغام بيقول إنهم أكترية وكل ما اللون يخف شوية يبقى يعني بيقل العدد لكن نفس الحكاية شايفين إنه تقريبا تلت العالم يعني المسيحين فيه أكتر خلينا نشوف بقى بعد كده الصيد اللي بعد كده ده مهم جدا بقى ده الإسلام شايفين تركيز الإسلام فين شمال أفريقيا يعني الحتة بتاعت الجزيرة العربية والأماكن ده تركيز الإسلام في المنطقة دي محصور في منطقة صغيرة وأنا يعني النقطة دي مهمة جدا عندي يعني لما بصيت للخريطة على الرغم من إنه في بعض يعني وجود الإسلام في العالم بصور مخففة يعني ما هم مش نسب كبيرة لكن التركيز الناس دي عايشة بعقليات المنطقة دي فقط ونشوف بقى إنه المنطقة دي إيه اللي حصل فيها الفقر والحروب والمجاعات والخناقات والإرهاب والكلام ده كله مصدره ده اطلع بقى فوق كده يعني فوق شوية ولا روح شمال شوية تلاقي بقى التقدم والفكر والحضارة مع إن إحنا يعني ده المفروض إنه كان مركز الحضارة في العالم كي حط في ذهنك إحنا ليه بقينا مغلقين على نفسنا بقينا أفكارنا محدودة تقدمنا محدود الفقر منتشر لإننا عايشين بالفكر والنظام الإسلامي ليه ما فيش تقدم ليه ما فيش تقدم لإنك عندك شريعة الإسلام بتحكم الناس دي ولي بيتقدمه مثلا زي تونس ولا يعني الناس اللي بتقولك لا إحنا هناخد طريقنا ونغير بلدنا تونس بتتهاجم من كل الناس دي دلوقتي السعودية ابتدت تخرج عن الإطار ده وتنفتح بتتهاجم من الكل برضو بس السعودية قوة تونس مش قوة زي السعودية يعني لكن الحرية والفكر والعلم بينتصر بس بص يعني خلي بالك محدوديتنا فين خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده الخريطة دي الأرقام دي بتوضح لنا أنه إيه معدلات وجود المسيحية والإسلام والبقية الديانات في العالم كل هتلاقي أنه هندكز على المسيحية 31 وشوية والإسلام 25% إن العالم لكن التركيز يعني يريد بعد كده كل واحد منكم يفحص النسب العالية لوجود الناس في الأماكن في أمريكا ولا في أوروبا ولا يعني النسب دي ليه الناس دي بتنوا علشان عندهم المبادئ المسيحية واليهودية المبادئ الكتابية في بنائهم فبيتقدموا لكن نحن نرجع الورا ليه لأنه المسيطر علينا الشريعة الإسلامية بس حاجة لفتت نظري إنه نسبة اليهود في العالم 2% الشعب اللي تعبكوا قوي ده 2% لكنهم يعني في منتهى الزكاء وفي منتهى القوة وفي منتهى التقدم وبيقدروا يعملوا ويوصلوا ويغيروا وكده لكن احنا محصورين في خناقات يعني أنا عايزة في النهاية عايزة أقول حاجة إنه تركيز الإسلام في مكان ديء زي كده ما خلكش تعرف تخرج عن نطاق الثقافة والأكاذيب اللي احنا تربين عليها الإسلامية علشان كده المشاهد اللي كتب لي هذا التعليق هو بيكرر اللي بيسمعه ولكنه لم يبحث بنفسه أنا بقدم لك كل اللي احترامه وبشكرك جدا على إنك كتبت لي يعني ما كانش في اختياري للسؤال اللي حضرتك حطيته استخفاف أبدا ولكني اخترت هذا السؤال بكل اللي احترامه والمحبة لإن سؤالك خلينا نشوف حاجات جوانا أنا بفهم أنا ببحث أنا عايز أعرف أنا عايز أنمو أنا عايز أعرف ربنا ولا لأ ولا عايز أعيش طول عمري متلقي فقط أرجو إن يكون الرد أفادك السؤال الثاني بقى خلينا نتاجه للسؤال الثاني وده بقى من الأسئلة المهمة جدا أين قال المسيح إنه الله أو ابن الله ف يعني أنا عارفة إنه إن السؤال عن قول المسيح عن نفسه أولا السؤال بيقولك فيه المسيح قال أنا الله أو ابن الله هنا السؤال ده بيتكرر كتير جدا جاوبنا عليته 900 ألف مرة فيه فيه العالم يعني يعني عارف إنه الكتاب المقدس اللي بيدرس الكتاب المقدس كان فيه شهادات عن المسيح ونبوآت ويكتبوا حاجات من أرمية ويكتبوا والمزامير وكده وكلها كانت نبوآت تحققت عن المسيح أوكي عارفة إن السؤال عن إذا كان المسيح قال عن نفسه أو لا لكن أنا عايزة أبتدي بكلام قالوا الملاك للسيدة العزرع خلينا نشوف السلايد اللي بعده كده أوكي آم السلايد ده من آم من إنجيل لوقة أوكي ف بيقول كده فسمع يسوع إنهم أخرجوا خارجا عن القصة المولود أعمى آم لا أنا أسفة خليني أقرأ لكم من إنجيلو الأول بيقول كده فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وهأنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبوه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية فالسيدة العزرع بتقوله يعني إزاي دا هيحصل وأنا يعني ما لم يعني أنا لست أعرف رجلا فقال لها إنه قوة العلي هتظللك لذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله دي كانت شهادة عن المسيح قبل ميلاد المسيح وكان كتير هناك شهادات أخرى خليني أمشي ردا على السؤال اللي حضراتكم بتسألوه دا أنا هحط آيات فقط هحكي هقول آيات فقط تفكروا فيها لأنه فيها المسيح بيتكلم عن نفسه هنا في قصة المولود أعمى خليني خلينا نروح للسلايد اللي بعد كده المولود أعمى دا واحد خليلي السلايد زي ما هو وأنا هشوف وأنا ه بس عايزة أقرأ آية قبل كده قصة المولود أعمى واحد كان أعمى من ميلاده المسيح شفاه وبعدين بعد كده يعني الكهنة قالوله يعني إزاي أنه أنت عارف مين اللي شفاك قال لهم أنا أنا ما عارف شوى مين لكن أنا عارف أنه هو أني كنت أعمى والآن أبصر فالحديث اللي حصل بين الراجل دا والكهنة كان حديث بيقول أن الراجل دا تأثر بعمل الله ربنا شفاء المسيح شفاء يعني واجه الكهنة بشكل يعني يقولهم أنه هذا الرجل في قوة الله بعدين لما خرج لما خرج المسيح بيقابله فبيقول كده فسمع يسوع أنهم أخرجوا خارجا فوجدوا وقال له أتؤمن بابن الله فأجاب ذلك وقال من هو يسيد لأؤمن به فقال له يسوع لقد رأيت والذي يتكلم معك هو هو فقال أؤمن يا سيد وسجد له فقال يسوع لدينون أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون وطبعا دي يعني مثل لأنه الأعمى شاف بعنيه بس شاف بقلبه أن ده هو الله وكلمة أنا هو هو دي استخدمها الرب يسوع لأنه دي الكلمة اللي ربنا عمل عرف نفسه بيها لما موسى سأله انت مين فهنا المسيح بيقدم نفسه على إنه الله خلينا نشوف يحن 17 بيقول كده تكلم يسوع بهذا ورفع عيني نحو السماء وقال أيها القاب قد أتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته الكلام ده بيقول إنه المسيح بيكلم القاب وبيقول إنه هو سلطان وزي سلطان القاب أيوة يا رب أنت أيوة أيها القاب مجد ابنك بيقول أنا الابن أنا الكلمة أعطيته وبعدين بيقول أنت أيها الأب أنت أعطيتني سلطان على كل جسد لأعطي حياة أبدية لكل من أعطيته بيقول كده وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لعمله قد أكملته والآن مجدني أنت أيها الأب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل تكوين العالم قبل كون العالم المسيح كان موجود قبل تكوين العالم والله لا يتجزع في مرة تانية المجميع كانت الناس بيكلمو وبعدين قال لهم الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن ده أيضا بيقول أنه المسيح هو الله هو بيقول كده عن نفسه يعني في واحدة يقول أنا قبل إبراهيم كنت موجود إلا إذا كان بيقول أنا الله أنا الخالق ودي حقيقة علشان كده لما الكتب والفرسيين سمعوه قالوا ده 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 بيقول على نفسه الله فطردوه وكلام من ده وكانوا عايزين يرجموه كل ده لكن إلا الله كان مقراره حصل خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده في يحن واحد بيقول الله لم يروا أحد قت الإبن الوحيد الكائن في حضن الآب هو خبر يسوع المسيح ويسوع بيكلم هنا بيقول الذي رعاني فقد رعى الآب فكيف تقول أنت أريني الآب بيكلم كان بيكلم في لوبوس أنا بيقوله أنت يا ابن أنت مش ماشي معايا طول الوقت مش سمعني بتكلم مش هيفني بعمل معجزات يعني ألم تفهم بعد من رآني فقد رأى الآب المسيح كده بيقول عن نفسه إنه هو الله بصوا المشكلة إنه في الإسلام في صعوبة إنك تقبل إن الله يصور نفسه يظهر لنا يكون معانا يمشي معانا لكن هو ده عمق محبة الله للإنسان لأنه ما كانش ممكن حد ينقذ الإنسان إلا يسوع المسيح فقط المسيح بيتكلم هنا الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد هل قال المسيح عن نفسه أهو قال عن نفسه طب دلوقتي سمعت إنه قال عن نفسه هتعمل إيه هتعمل إيه هتعمل إيه ده المهم مش مش عشان تقول بقى يعني أنا هزمت مثلا لا أنا عايزك تفكر بقى عايزك يتفكري بقى إذا كان المسيح قال عن نفسه ده وَاللَّه حوالي أمي وجدتي وخالتي وكتير من العيلة أولادي ومؤمنين الكنيسة والناس اللي بشتغل معاهم إن لم أرى ثمر يثبت لي إن هذا الإله حي في وسطنا وروحه بتغيرنا على فكرة على الأقل أقدر أقول محبة هذا الإله اللي غيرتني أنا شخصيا لإني عارفة قد إيه طبيعتي شريرة وإنت وكل كل البشر يعني هقول فكرة بسيطة بس إنه كنت بفكر النهاردة في إنه النظرة لقايين وهبيل قايين يعني عمل أتى لأخو مش كده هالهبيل كان شخص مثلا ممتاز ما عندوش خطية ما كانش هيخطئ لأ طبعا هبيل برضو كان عندو خطايا هو سيقدم الزبيحة اللي ربنا كان عايزها لكن الشر موجود في الإنسان فكان في هبيل برضو لكن قايين عمل الشر العظيم بقاله قدام الله إنه أتى له إنه لم يسمع اقتراب الله منه أما الله شافه وقال له عند الباب خطية رابضة ما تسمعش اتدور امشي روح الناحية التانية ما تعملش الشر العظيم لكنه مسمعش ما استجبش ايه وعد تكون من الناس اللي مش هتستجيب له صوت الله لأنه اللي آمن بيسوع المسيح يخلص من آمن بيسوع المسيح الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن بإسم ابن الله الوحيد خليني أروح للسلايد اللي بعد كده وهو يحن 14 في يحن 14 كان المسيح في وسط الجموع يعني الإصحاح فيه كان أعتقد المسيح أطعم الجموع وهكذا وكان فيه معجزات كتيرة جدا بعد كده التلاميذ أخدوا المركب ودخلوا في وسط البحر وقامت عصفة شديدة جدا وبعدين بيقول الكتاب وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيان على البحر دي الحتة المسيح جالهم ماشي في وسط العصفة دي كلها واقترب من المركب فهم طبعا خافوا فلما أبصروا التلاميذ ماشيان على البحر اتربوا قائلين إنه خيال يعني يفتكروا إنه حاجة تخوف روح مثلا ومن الخوف صرحوا فالوقت قال لهم يسوع تشجعوا أنا هو لا تخافوا أنا هو the great I am أنا هو مش أنا هو ليه إحنا عارفين إنها مش أنا هو يعني أنا أماني مثلا لا لأنه في اللغة الأصلية أنا هو دي بتتكلم على الله الصورة المنطوقة بيها الكلمة المكتوبة بيها الكلمة بتتكلم على شخص الله the great I am ما فيش غيره فلا تخافوا فأجابه بوترس يا سيد إن كنت أنت هو فمرني أن أتي إليك على الماء برضو بوترس اختار نفس الكلمة أنت هو يعني لو أنت عندك هذه القدرة لو أنت فعلا الله خلينا خلينا يمشي على الماء فده اللي حصل المسيح قال عن نفسه هو مين المسيح وضح وخاصة لتلاميذه وضح هو مين ورسلته ايه وجاي ليه وإيه اللي هيحصل أهبهم لكل شيء ف يعني استمرار السؤال عن هل قال المسيح برضو فيها نقطة مهمة قوي هل حضرتك بتسأل علشان خاطر أنت بتسأل لأول مرة أنا عايز أشوف ولا لأ ولا حضرتك بتسأل لأنك برضو بتسمع الأكاذيب اللي بيقولوها اللي بيهجموا المسيحية وهما ما فتحوش الكتاب المقدم أو بيفتحوا الكتاب المقدس يعملوا إيه يفتحوا كده من أي حتة عشان يدوروا على الكلام اللي هم عايزين يركبوه على المسيحية مثلا ف جدد أنت دور أنت وشوف هل المسيح قال ولا ما قالش أيضا مهم جدا أنت بتبحث في الكتاب المقدس أنه الكلمات اللي هي أساسية في الإصحاح اللي بتقراضي لازم تعرف أصولها في اللغة العبرية أو اللغة اليونانية إيه خليني أروح لسؤال آخر وهو سؤال بيتكرر بالشكل ده أو يعني بعدة أشكال لو سمحت تتوقف لي الشاشة السؤال بيقول كده كيف أدخل المسيحية كيف أتعرف على المسيح وفي يعني حاجة جديدة بقى دي واحد كاتب لي أنا سني كبير دلوقتي فهل أنا فتني الأوان أن أنا أقبل المسيح كيف أتعرف على المسيح ده سؤال مهم جدا لأن المسيح هو قلب الإيمان هو كل المسيح هو الباب والمركز اللي بيرتكز عليه الإيمان المسيحي مش عقائد ولا 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 أعمال تعملها ولا حسنات ولا تقوس ولا كلام من ده لا هو مفهومك عن المسيحية يجب أن يبدأ من فهمك لعمل المسيح ومن هو المسيح وإيه دوره في حياتك أوكي ف لكن السؤال بتاع كيف أدخل المسيحية دي ردي عليه أنه المسيح هو الباب بس إحنا ما عندناش يعني مفهوم مفهوم أنك تكون تقبل المسيح مش مش زي الإسلام أنا داخل الإسلام بقى وأقول الشهادة هنا وأقول وألتزم بالصلاة ومشربش خمرة وكلام من ده الأشكال السورية دي مش موجودة في المسيحية إزاي تتعرف على المسيح هو إزاي تتعرف على الحياة مع المسيح هي بس كيف أدخل المسيحية دي تعبير إسلامي شوي الله مهتم بيك أولا النقطة مهمة جدا الله مهتم بيك على عكس ما إحنا اتعودنا نفكر أوضح دي يعني إيه هقولها تاني عايزك تفهم إنه الله مهتم بيك على عكس ما إحنا اتعودنا نفكر الإنسان في الإسلام مالوش أهمية قوي لأنه يعني عامل من ضمن مجموعة لكن الإنسان في المسيح هو ما جعل المسيح يأتي ويقوم بعملية الفداء والقيامة ليكون لنا حياة وشاركة مع انت الإنسان أنا علشان كده الفرق كبير انت مش شايف إنه في الإسلام من تليك إيه ما قوي علشان ربنا يعمل المعجزات العجيبة دي كلها عشانك لكن المسيحية قلبها كده إنه الخبر الصار إن المسيح جه علشان الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يرجعون الجميع ده قلب الله لأن الله علشان يظهر محبته لينا أرسل ابنه الوحيد علشان يكون لينا حياة تخيل أنه هذا هو مقدار قيمتك عند الله فحروح السؤال الأخير ده اللي بيقول أنا كبير أو أنا كبيرة هلفتني الأوان الحقيقة أنا لسه رد على السؤال ده النهار ده الصبح لو عرفت أنه أهميتك عند الله ادفع فيها دم المسيح عشان يكون ليك أنت حياة أبدية عطية مجانية من محبة الله مش هتقول الكلام ده بس إحنا تعودنا أنه إحنا لنا دور في الموضوع فأنا يعني مفهومي لكده بالإحساس أنه الشخص ده بيقول أنه أنا عندي وقت أعمل أعمال صالحة بقى ويعني أتعلم وإزاي أقدر أتبع المسيح وأمشي أقوم بكل التقوس وأعمل اللي علي يعني مفيش حاجة عليك مفيش حاجة عليك أنا هقولك دلوقتي تعمل إيه مفيش حاجة عليك أنت لو أمنت بالمسيح النهاردة زي ما المسيح نظر إلى اللص اللي جنبه واللص قال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك قال له اذكرني يا رب أنا أنا إنسان ضعيف اذكرني يا رب فقال له إيه قال له اليوم تكون معي في الفردوس الله مهتم بيك على عكس ما إحنا بنفكر أولا يعني لازم تعرف أن أنت محبوب عند الله إزاي أدخل المسيحي إزاي أكون مسيحي إزاي أتعرف على المسيح أولا يجب أنه أنت تكون عارف أن أنت محبوب عند الله وأنه هو اللي بيدعوك كنت بتكلم مع شخص باحس فالش رسالة مهتم 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 بيك يا فاطم الله مهتم بيك يا سعيد الله مهتم بيك يا محمد دليل اهتمامه هو المسيح أحد الطرق اللي تقول أنك مستعد أنك تعرف الحياة مع المسيح هي الاحتياج لله الاحتياج لله الاحتياج لله شيء مهم ومش عنده كل الناس على فكرة فيه ناس بتبقى مركزة على نفسها جدا بدرجة كبيرة جدا لدرجة إنها ما بيبقاش احتياجها لله ده شيء فعال في حياتها فبيبقى احتياجي لله إن ربنا يرتب لي كل أموري وإن ربنا يفتح لي أبواب الرز وإن ربنا يديني عيال وإن ربنا يحافظ على العيال فكأننا ايه بنشغل ربنا عندنا لكن الاحتياج لله اللي الله هو لما بيقول كده إنك تحب الرب إلهك من كل قلبك طيب إزاي يعمل كده دي يعني إزاي لما يكون عندك عمق في الاشتياق لمعرفة الله عن قرب ده بيخلي كل اهتماماتك كما يكون اهتمامك الأول إنك عايز تعرف الله بيخلي كل اهتماماتك تيجي درجة تانية أو تالتة وربعة أنا عرفت ده بصورة شخصية بعد تقريبا خمستاشر سنة من قبولي للمسيح خمستاشر سنة لم أستجيب لاشتياء قلبي لله بصورة صحة لإن كان عندي حاجات تانية كتير شغلاني علشان خاطر اللي عندها اللي عندها هذا الاشتياق إنك تكون في حضرة الله دائما هذا الاشتياق هذا الاشتياق لحضرة الله في حياتك ومحضره إنه يكون أول حاجة بتفكر فيها وآخر حاجة بتفكر فيها هذا الاشتياق بيغيرك أنت شخصيا كل يوم كل يوم فنتغير إلى تلك الصورة عينها اللي هو المسيح ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يعني ناظرين يعني نبص كده شوية وبعد نتدور لا اوعد شيل عينك من على المسيح هذه النظرة هي نظرة اشتياق إعجاب محبة امتنان بصلي إنه يكون ده الدافع أولا اكي ف احتياجك لله عشان تكون في الإيمان المسيحي عشان تكون مع المسيح يقربك منه خطوات وخطوات إلى أن يعني تبقى عايش في حضنه انت في حضنه بس المهم أنت تدرك وانت تدركي أنك في حضنه فالخطوة الأولى بالنسبة لي هو الشعور بالاحتياج إلى الله إلى معرفة الله والقرب منه الخطوة التانية أنك تعرف وتعرفي أنكم محبوبين مش محبوبين لصلاح فيكم لأنه ليس لصلاح فينا ولكن لأنه هو اللي فعل لأنه هو الله محبة لأنه هو من قرر أنه أنا وانت نبقى أولاده ويكون لنا عشرة معاه في الخطوة التانية أنك تدرك أنك محبوب ليس اللي صلاح فيك المثل الإنجليزي يقول كده هذا الشخص بيحبني بكل عيوبي يعني إذا كان عندك بكل مشاكلك هكذا يحبنا الله لأنه عالم كل شيء لأنه عارف كل شيء لأنه عارفك يعني من قبل تكوين الخريقة كلها هو مقرر أنت مين هو عارفك بس أنت اللي تقرر تبقى ابن ولا لا تبقى زي ولا لا تبقى شابه ولا لا تقترب ولا لا فدي تاني حاجة خليني أقول في حتة أنك محبوب دي برضو يعني الكتاب في أمثلة كتيرة عن محبة الله لكن من أكتر الأمثلة لما المسيح تكلم على الراعي الصالح لما يروح منه الخروف الصغير يسيب التسعة وتسعين في الحظيرة لأنه مؤمن عليهم ومطمن عليهم ويروح للتسعة وتسعين للخروف الضال ده أو التاية التاية يدور عليه لحد ما يلاقيه ويشيل ويحط على كتاف الصورة الرائعة للمسيح ومحبته دي ويرجع إلى الحظيرة الابن الضال اللي قرر أنه يترك الأب يعني بإصرار باختياره وهو قرر يسيبه باختياره هذا الابن الله كان منتظره الأب كان منتظره وقفله مستنيه الله واقف مستنيك الآن فمحبة الله المسيح نفسه اللي حكى الحكاية دي المسيح نفسه هو اللي قرر أنه يحكي لنا الحكاوي دي طيب الخطوة الثالثة هي أنك تعترف للرب بخطاياك يعني إيه يعترف للرب بخطاياك مش يعني أنك تقعد تقول أنا اليوم الفلاني عملت كذا وليوم الفلاني عملت كذا مش ده المطلوب لكن إنك تفهم أنه تكوينك أنا وإنت كبشر تكويننا ميال للخطيئة مفيش فينا صلاح خالص الجميع زاغوا وفسدوا وأعوازهم مجد الله كلنا مهما حاولت في مفهوم كده عند الناس العايشين مركز أنفسهم أنه أنا بعمل حاجات كويسة وأنا فيه يعني مش عارف إيه لا أنت فيك حاجات كتير اسأل نفسك هل أنا فكرت تفكير سيء في حد هل أنا قدنت حد النهر ده هل أنا جدبت النهر ده هل أنا صحيت متنرفز فزعلت حد النهر ده كل دي خطايا بنعملها كل يوم كل يوم لأننا لسه ما تغيرناش إلى تلك الصورة عينها فإنك تبقى فاهم أنه أنت إنسان في كل مكونات الخطيئة والميول لها فتعترف بدأ ما الله تقول يا رب أنا ضعيف أنا خاطئ أنا فعلا مش لقي لي حل أنت الوحيد اللي تقدر تعلمني وتنظفني وتغيرني هو كده أنا في يوم من الأيام ونتروا أنا مليش حل يعني أنا بحاول أمشي كده أقع برده أعمل كده أقع برده بوليس الرسول الويلي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت لأنه طول ما إحنا في الجسد إحنا في الخطيئ حتى والمسيح مغطينا في مفهوم عند المسلمين يقولك أصلي يعني أنت خلصت بقى فتغطي زي ما أنت عايز لأ خالص مش معنى أنك تبت أمام الله وقبلت المسيح أنك تغطي لأ بصورة خاصة ومفصلة في حلقات تانية فطبيعتنا البشرية أمام طبيعة الله المقدسة لو ما كانش في المسيح ما ينفعش نتقابل مع الله فتقوله رب أنا بتوب عن كل خطيئة أنا فاكرها ومش فاكرها أمامك علمني أعيش في قداسة أمامك علمني أعيش حياة شاكرة مقدسة أمامك في تغيير دائم وبعد كده الخطوة اللي بعد كده أنت هنا بتفكر في خطيئتك الشخصية بتاع تعرف بيها ده اللي اعتراف بعد كده تاخد قرار بقى دي أهم خطوة بقى أنك تاخد قرار وعهد مع الله أنك هتعيش حياة مكرسة لي أصعب القرارات اللي خدتها في حياتي لكنها أحلى القرارات اللي خدتها في حياتي في مفهوم خاطئ أنك تقبل المسيح وتروح تعيش حياتك زي ما هي ما ينفعش ما ينفعش الله عايزك تكون يكون قلبك وفكرك وحياتك مكرسة لي فيديك حياة جديدة خالص بقى خالص مش عشان مش عشان ياخدك في حتة ما يبقى لكش أي حياة لها بالعكس ده هو جي علشان يكون لنا حياة وحياة أفضل بالعكس كل اللي عرفته قبل المسيح هتبصلوا كده وتقول نفاية زي ما بولس الرسول قال زي ما كل العابرين اللي بنشوفهم النهاردة بيقولوا أنه حياتنا قبل كده كان كلها نفاية كلها نسيبها علشان خاطر الحياة مع المسيح النهاردة طعمها شكلها قيمتها أنا اتغيرت أنت هتتغير بنفس الطريقة ليه بقى لأن روح الله يسكن فيك فلما تقبل المسيح تقوله رب أنا قبلت عملك على الصعيب من أجلي يا رب أنا عايز أعيش مكرس ليك علمني خطوة خطوة يا رب أنا عايزك تعيش معي فيبقى المسيح ساكن فيك روح الله اللي المسيح وعد إنها تكون مع التلاميذ ومعنا هو ده نفس الروح روح الله يسكن فيك اللي بيسكن فيك اللي بيخليني يقول لأ أنا مكرسة لله مش مكرسة لله يعني ترهبنت ولا لازم تبقى راهب لا بالعكس الله عايزك تكون في وسط العالم لإن إحنا ملح الأرض إحنا نور العالم إحنا ملوك وكهنة إحنا الله وضعنا في هذا المكان حتى حتى إننا نشير لي بس لما تبقى شكله هتشير لي هقول إزاي تدخل المسيحية إزاي تقبل المسيح في نؤة بسيطة الاحتياج لله تعرف إنك محتاجه أعرف إنك محبوب وإن الله هو اللي بيدعوك وإنه أنت الله هو اللي بيدور عليك اعترف للرب بخطيئك اللي أنت فاكرها واللي أنت مش فاكرها الاعتراف بالخطيئة يشيل بقى المسيح يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمل وأنا أريحكم ده اللي اعترف تروح له تحط الأحمل عنده أوكي وبعدين إنك تاخد القرار إنك تتبع الله وإنك تعيش معاه حياة مكرسة فيها تغيير دائم الكتاب بيعلمنا إنه أما نعيش الحياة دي مع الله هنقول إنه الأشياء العتيقة قد مضت كل أماني في الإنسان الماضي راحت لأن أنا النهاردة اسمي أماني بنت المسيح وإنت هتبقى مصطفى ابن المسيح وإنت هتبقى فاطمة بنت المسيح وزينب بنت المسيح مش هتكوني زينب اللي قبل كده أبدا ولا هتكون محمد اللي قبل كده أبدا طول ما أنت عايش حياة ناظر فيها إلى رئيس الإيمان ومكمله يعني إيه يعني عينك على الكتاب يعني وقتك في الصلاة كل يوم فيه الحلقات القادمة أنا هقدم لكم إزاي تدرس الكتاب المقدس تي حاجة مهمة جدا لأنه فهمك لكلمة الله هتفهمك شخص الله هتفهمك نفسك فتبقى لما تشوف أما الواحد بيشوف القذرات اللي فيه أمام طهارة المسيح لازم نقول أنا لازم أحط كل الأحمال دي أتوب عن كل ده عشان أبقى شبه بصلي يا رب أنه النهار ده كل كلمة قلناها تشير ليك بصلي أنه كل فكرة قدمناها تشير ليك بصلي أنه كل سؤال قلب بيدور عليك النهار ده يا رب يستجاب في اسم يسوع المسيح لأنه أنت محبتك هي اللي بتلاقينا أنت جلالك وعظمتك بكل قدراتك دي يا رب بتأتي لنا رب يقول أنه إن كان اثنين أو تلاتة مجتمعين باسمي أنا أكون في وسطهم ولكن حتى وإنت لوحدك الله معاك والله معاك بصلي أنه النهار ده تحسه وتشعره بحضور الله المحب ليكم وأنه بركات الرب القادمة في المستقبل المستقبل في رجاء مع المسيح بصلي من أجلكم وكل المحبة ليكم وإلى اللقاء في حلقات قادمة ترجمة نانسي قنقر